السلام عليكم وعليكم السلامة وبركاته شو الصواريخ انتو اليوم قامت كتائب والتجمع الغوطة الغربية بريم دمشق بعملية باستهداف الفوج 137 بعملية نوعية شاركت فيها كافة الألوية والكتائب في المنطق في الغوطة الغربية وقد تم تدمير مستودعات الزخيرة في هذا الفوج بالإضافة لإغتنام زخائر وصواريف متطورة مضاد للذبابات من طراز فاقوت وهذا الصاروخ يعتبر من الجيل الرابع للصواريخ ويعتبر من الصواريخ المتطورة جدا حيث أنه يحتوي الصاروخ الواحد على سبع حشوات خمسة منها خارقة واثنان شديد الانفجار يعتبر هذا الصاروخ لمثابت يعني تعادل قوته ثلاث صواريخ وانكورس مجتمعة سوية وعلى الأقل يعتمد لنظام التتبع الليزري سهل الإطلاق بإذن الله إن شاء الله لحيكون هاي الصواريخ وحتحول هاي الصواريخ الدبابات لماقابر متحرك إن شاء الله طبعا هذي إحداث الزخائر التي يقترمها الجيش الحر من الفوج 137 السر استهدافي اليوم أحد إداعش تمانع الفوج 137 صباح الحق في الغوطة الغربية الله أكبر تكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر